تحياتي وأهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كروي اللي بتجيكم مني كل خميس حلقتنا اليوم دي ناقش فيها الشي مختلف شوي ربما شي بيحث على مخالفة القوانين وكسر القواعد اللي مؤمنين فيها كثير من يسمع انه فريق ناقصوا لعب مهم بس والله ما رح يقدر عشان قانون اللعب المالي النظيف ما يعاقبوا بس أمرات بفكر فيها والواحد لما يقول يلعب فوتبول مانيجر اللي بتعرفوها اللعبة هذي يا أخي أمرات لازم تكسر قوانين اللعب المالي النظيفة يعني أمرات بيكون انت عندك مصروف سنوي بيئات الملايين ميئات الملايين ميزانية الأندير وميئات الملايين هذي لا يعقل اني أضيحها عشان أتجنب غرامة اتحاد أوروبي بعشرة مليون خمسة مليون بيّن الاتحاد الأوروبي ما بيحرمك من المشاركة بيّن تماما تأكثر من موقت مع أكثر من نادي فما بيحرمك المشاركة ممكن موسم إذا كنت كثير مديون وما معك تدفع لكن إذا انت مديون بعشرة خمسة عشر مليون كاسرها بخمسة عشر عشر مليون الموضوع غرامة فأنا عندي مئات الملايين بصرفها سنويا وأخاف أكثر قاعدت اللعبة ما نضيف بيع المبلغ معين وأنا بثبت أني بقدر أدفعه أيضا وبالتالي هذا الشي بيخلي العقوبة أخاف عشان ما أخالف يعني بعض الأحيان بيكون نقصك مركز وبفرق ظهير أيمن بيخلي فريقك بمستوى آخر أروح مش جايبه فبروح الموسم كله والملايين والمئات الملايين راحت على الفاضي فبعض الأحيان لازم تكسر قاعدة اللعبة ما نضيف مثلا زي هذا الصيف الصيف هذا أكيد في أندي كثير مضطرة تكسره مش منطقة خاف لأنه في كثير العقوب مجانيين متوفرين ممتازين بابنه فريق يعني قيمته مع بعض فيهم مئتين مليون يأخي يدفع غرامة عشرين وثلاثين مليون ويتخد لك ثلاثة أربعة لعيبة قيمتهم مية ومية وإشي مليون ويتفع الغرامة تطلع ربحان فبعض الأحيان أنا شايف أنه لازم الأندي تكسر قاعدة اللعبة ما النظيف يعني الانتر وميلان لما بدأوا ويرجعوا كسروا قاعدة اللعبة ما النظيف أكثر من مرة وتعاقبوا وتغربوا وينتقص لأنه طبيعي تعمل هاي المخالفة طبيعي تعمل عشان تبني لأنه دائما في نقاش حاول اللعبة ما النظيف إنه قانون ينعمل عشان الكبير يضل كبير والنصغير يضل صغير هذا النقاش العام اللي تنتقده كل الأندي المتوسطى والمستثمرين الجودة في كورة القدم شو رأيكم هل لازم ينكسر قانون العمال نظيف ولا لا بعض الأحيان ويحكو لي ليش والسلام عليكم ورحمة الله